الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيئة طيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأنزي أهلا وسهلا مكفر الشيخ أحياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات وأسأل الله تعالى التوفيق والسدالة للجميع كما أسأله العلم النافع والأمل الصالح استمعينا في كل مكان لا زال حديث الشيخ جزاء الله خيرا متصلا بأسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688 الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركة سرط كلمة أحسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبرك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن واله أما بعد فما زلنا مع موضوع الحسد وهو أحد الأخلاق السيئة التي لا تليق بالمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر والذي يؤمن بالقدر ويرضى بالقضاء وهذا الذنب نذكره ضمن سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق ونبهنا على كثير من الموضوعات المتعلقة بهذا الداء المردي والسم الناقع وهو الحسد الذي يحرق السيئات أفوان الذي يحرق الحسنات كما تحرق النار الحطب نسأل الله العافية والسلامة وعدت إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات إلى ذكر الوسائل المعينة على دفع شر الحاسد خاصة وأن ذكرنا نصوص القرآن والسنة ذكرنا الأسباب والمهيجات التي تدفع إلى هذا الذنب وهذا المرض ذكر بعض العلماء مجموعة أسباب وسائل الممكن للإنسان أن يدفع بها شر الحاسد عنه من ذلك كثرة التعود بالله تعالى من شره واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى يقول الله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وأيضا طبعا هذا التعود بالله تعالى من شره لا شك بأنه يعني تعويذة شرعية وحص حصين بإذن الله تعالى فإذا كفى الله عبده شر الحاسد فقد سلم بحول الله الأمر الثاني ما يتعلق بالصبر على هذا الحاسد الصبر على هذا الحاسد وترك أمره إلى الله عز وجل وعدم السعي في إذائه أو معاملته بالمثل لأن مثل هذا لا يعاقب به الإنسان بمثله يقول جل وعلا ومن عاقب بمثل ما عقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله هذا متى إذا عاقب بمثل ما يمكن ويجوز أن يعاقب بمثله ولذلك هذا الحاسد يترك ويصبر على شره ويتوكل الإنسان على ربه ويلجأ إليه سبحانه وتعالى فالله كان فيه شر هذا الحاسد أيضا الإنسان يحسن علاقته بربه عز وجل فإذا أصرح العبد ما بينه وبين الله أصرح الله ما بينه وبين الناس وإذا اتق العبد ربه جل وعلا وقاف الله عز وجل الشرور لذلك يقول جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ربي عليه الصلاة والسلام يقول احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد وتجاهك أيضا ينبغي للإنسان أن يفرغ قلبه من الاشتغال بمثل هذا الأمر لأن الإنسان إذا أكثر التفكر في ما عند الحاسد من مرض وما عنده من بلاء الواقع بأن هذا سيصرفه عن جملة عن أشياء كثيرة فيما يتعلق بمسألة الأعمال الأخرى التي يجب على الإنسان أن يسعى إليها وأن يعمل بها مما يقربه إلى الله عز وجل كذلك التوكل على الله فالله تعالى يقوله من يتوكل على الله فهو حسب هناك بعض الأعمال يرشد إليها العلماء وإن كان ليست مباشرة لمثل هذا الأمر لكنها تدفع شر الحاسد بإذن الله منها كثرة الاستغفار الصدقة الإحسان إلى الآخرين هذه من الأسباب المهمة التي تدفع شر الحاسد عن المحسود أيضا من الأشياء التي جاءت النصوص بالإشارة إليها الإحسان إلى هذا الحاسد وهذا على خلاف الطبيعة البشرية لكن هذا هو خلق الأنبياء ولذلك إطفاء نار الحاسد المؤججة في قلبه يكون بالصدقة بالثناء عليه بالإحسان إليه بالوقوف معه بالشفاء عليه بالتفريج عن كربته مثلا هذه تطفئ نار حسده وكيده وعيضا الإنسان عليه دائما أن يكون قريبا إلى الله عز وجل في جميع أحواله والله جل وعلا كافيه ومن يتوكل على الله فهو حسبه هكذا ينبغي للمسلم أن يتعامل مع الحاسد باستعمال هذه الوسائل التي تدفع شره الحديث له بقية إن شاء الله نكمله في اللقاءات القادمة بإذن الله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم نذكر مستمعين الأكارم برقامة تواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد ستة ثمانية ثمانية الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم ستة ستة ثمانية ثمانية لمشتركة صلاة أخ محمود فضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياتك الأخ محمود فضل تحياتي لحضرتك والفضيلة الشيخ الله يا حيح وقعل ما تعملونه في ميزان حسنتكم آمين آمين كان بعد إذن حضرتك كنت عايزة لفضيلة الشيخ أنا مسؤول عن مجموعة موظفين وفي موظفة كانت إمكانياتها محدودة على قدها فكان ربنا الحمد لله بيوفقني إن أنا دايماً أنبعها أقول لها لازم تطوري نفسك في المسائل الفلانية دي وكنت يعني بقى قض البطر عن خصورها وهكذا وبعدين للأسف الشديد الكلام ده المدة طويلة فهي للأسف ما قدرتش ده واعتبرت إن ده حق من حقوقها وبعدين أستاء الأجازة بتاعت الأخيرة راحت للإدارة الأعلى وفهمتهم إن أنا ظلمتها في التأدير الأخير ومش عارف إيه وكلام منه وأنا أثبت للإدارة الحمد لله أنها ضعيفة وأنا كنت متغاضى عن قصورها وهكذا السؤال هنا أنا دلوقتي بعد ما ترجع من هي في أجازة دلوقتي بعد ما ترجع أنا ناوي أتعامل معها بما يرضي الله يعني مش هتجاوز عن أي شيء من قصور عندها طالما أن هي مقدرتش الدعم ده أو المساعدة فهل أكون كده آسم يعني أمام الله لأنه أنا في الأول وفي الآخر لما لقيت إنه ما فيش تأديري يبقى خلاص يبقى لازم هي تعرف حق بإمكانياتها الطبيعي ولازم أنا كمان أقول الكلام ده للإدارة العليا عشان وعندي إثباتات لذلك الحمد لله يعني أنا ما بظمهاش وبكون حريص جدا مع الموظفين لأنه في الأول وفي الآخر مش عايز ده يعني يصير علي غضب واضح إن شاء الله واضح أخو محمود وقزاكم الله الله يحفظك يبارك فيك وقفولت عليك هياك الله هياك الله بمحمد فضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ياك الله بمحمد فضل الله يستلمك لو زمهزت عندي كم سؤال بالنسبة لابني ابني صغير علمه أنه يجو ياه على المسجد عندي بس كم سؤال بعد ابنك هو السؤال الجوز أني أجبره أنه يجو ياه على المسجد هو عمره حوالي سبع سنين تقريبا يعني سبع سمين سنين تمام فهي الأجبارة على المسجد يعني جائز أو هالي نتعرف ممكن يكون يلعب أو شي سيرفض أنه يجي فأنا مرات أجبره أنه يجي وياه هذا أول سؤال سؤال الثاني بالصلاة يعني كثير مرات يكون عنده أخطاء أثناء الصلاة كأن مثلا تكون إيد اليسار فوق اليمين أو يتقدم عن الصف أو يتأخر عن الصف أو يلتف أثناء الصلاة السؤال الثالث هذا كان لو تعدي السؤال الثاني لأخ بو محمد لأن الصوت انقطع السؤال الثاني هو أثناء الصلاة يعني أثناء صلاة الجماعة مع الإمام الولد ممكن يكون يعني كان يتقدم عن الصف أو يتأخر عن الصف أو إيده مثلا اليسار تكون فوق اليمين فأنا أعدلها بإيدي أثناء الصلاة حتى مثلا أقدمها على مكانها أو أرجعها أو كبير فهل هذا جائز أثناء الصلاة أني أنا أتحرك ويا يعني أنه أسحب إيده أو شيء إن شاء الله السؤال الأخير أنا مرة سمعت معرف الشيخ فالتبس يمكن الموضوع علي أنه هل يجوز أني أنا أشجع مثلا أن تعالوا إياي على المسجد بعدين أوديك مثلا على مكان أشكري لك شغلة كذا للمسجد فشيخ يعني يقول أنه ما يجوز هذا الكلام فيه تشبه بالأجانب وأنه جائزة وجوائز أو شيء من القبيل ما فهمت الطراحة الموضوع فهل يجوز أنه مثلا أشجع بهذه الطريقة أن نتعالوا إياي على المسجد ومثلا أكافأك بكذا أو شيء وشكرا جزيلا إن شاء الله زيك الله خير محمد تسمع شاء الله الرد إياك الله أبو عبدالله تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو عبدالله تفضل أبو عبدالله تفضل أبو عبدالله أنا الحمد لله من إش أقابل خير في ساعة ومصلى قيام الليل ومصلى هذا ومصلى الشفو ومتر لا منهم لا أتسنن في الفيار أين سنة الفيار هل أتسنن في البيت أفضل وأوى سير المسجد وأجمع الفيار في أي مسجد إن شاء الله واضح إن شاء الله أبو عبدالله تسمع شاء الله الرد هياك الله أبو محمد تفضل نعم تفضل أبو محمد أل هواء كيف الحال يا شيخ الصحام حياك الله الله يحفظك يبارك فيك تفضل يبارك الله فيك الله يطوج عمرك من باب الفهم والمعلومة أريد الشيخ إن شاء الله يوضح لنا الأمر شخص تزوج امرأة وعندها بنت و في نفس الوقت أراد أن يتزوج ابنت زوجه هل أجال وأراد أن يتزوج ابنت زوجته تزوجه كيف كانت يتزوج ابنة زوجته لأن الزوجة كانت متزوجة جاقة وخلبت بنت من الشخص اللي مات والآن تزوجت والزوج الحالي يريد يتزوج بنت زوجته أيضا يعني يتزوج يتزوج المرأة ويتزوج ابنة المرأة أيضا نعم إن شاء الله حياتها ومماتها إذا توفت عن الدنيا أو إذا كانت باقية على الدنيا واضح إن شاء الله واضح إذا كان الله خير أبو محمد أبو محمد فضل السلام عليكم ومحمد فضل كيف حالك السلام ورحمة الله وبركاته أبو محمد فضل الله يسلم شيخ عندي سؤال في عن سكن جابنا جار مطير للجدل شوية نوعا ما يعني مثلا يصرف تصرفات ما يهم الآخرين يضررون أو ينتفعون فيها المهم هو مقتنع فيها مثلا على ذلك هو حاليا ترك راديو مرتفع صوت عالي إذا درجة أعلى درجة بالراديو مثلا على سن مثال عشرة هو خلى على عشرة وترك وسكر الباب وسافر صار أكثر من سبوعين أو ثلاث أسابيع والقرآن شغال خلى إذاعة على إذاعة القحدة إذاعة القرآن الكريم والقرآن شغال ليل مع نهار 24 سعب صوت عالي جدا يعني أفن هو قرآن نحن كلنا مسلمين نقرأ قرآن نسمع القرآن لكن مو بهذه الطريقة هذه فيها مضرة يعني الصوت عالي ومرتفع كثير فمياريت هو يسمعني بهالوقت هذا هو متاثر خارج الدولة بس القرآن شغال 24 ساعة لا نقدر مثلا واحد موجود داخل البيت ونخلي يوضي الصوت وخصوصا آخر الليل في سكون هذا تقصد يعني جارك هذا جارك بالضبطين بالليل تصير سكون صوت القرآن يعني عفوا استغفر الله يعني أقولها هذه ما يعني ما يخلينا حتى ننام يعني من صوت القرآن أو ليل مع نهار 24 ساعة صار أكثر من أسبوعين ما أعرف شو الحكمة اللي عملها هو يعني هل يعترى يعني مثلا يخاف واحد مثلا يدخل أو جد المبررات ولكن مو هل صوت هذا القوي فما أعرف التي نصيحة أكبر أسئة من فجري وجزاكم الله الخير شكرا كلا خير محمد الله يبرك فيك تأس ما شاء الله لجعب حياك الله جيف السؤال محمود يقول أنا مسؤول في شركة ويقول عندي موظفة إمكانية يقول محدودة نبهت أكثر من مرة ولفترة يقول طويلة أنصح هذه الموظفة ويقول أريد أن أطور من أداءها في الوظيفة لكن يقول لا تزال على ما هي عليه فيقول فالشيخ أنها عندما خرجت إلى الأجازة كانها راحت واشتكت علي فيقول أن ثبت للإدارة أني متساهل معها وأتجاوز عنها فيقول الآن هل يجوز لي أن أحاسبها على كل خطأ يحصل منها كنت يقول أتجاوز في السابق هل علي شيء يقول إذا حسبت على كل خطأ يحصل منها الحمد لله أولا بالنسبة للموظف سواء كان مسؤول على قسم أو إدارة يجب عليه أن يلتزم بالعقد والشرط الذي بينه وبين الجهة الموظفة له من خلال تطبيق الأنظمة والتعليمات التي أنيطت به ولا يجوز له أن يتساهل في ذلك وذلك لأن هذا نوع من الأمان والله جل وعلا يقول إن الله يأمركم أن تؤد الأمانات إلى أهلها ويقول جل وعلا وأوفوا بالأهد إن العهد كان مسؤول أو يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فأي مسؤول أو موظف ونيط به عمل معين يجب علي أن يطبق الأنظمة هذه والتعليمات على موظفه الأمر الثاني إذا كان لدى المسؤول أو الموظف المسؤول عن مجموعة غض الطرف عن بعض الأشياء أو مثلا إعطاء فرصة للموظف حتى يحسن من وضعه مثلا ويترك له مجال ليأخذ دورات أو يستفيد حتى يرتقي بالعمل فهذا يعني مما يبغي للمسؤول أن يسلكه وأن لا يذهب إلى آخر حل وهو الفصل أو كتاب التقرير في الموظف لفصله أو شيء والأخ السائل بارك الله فيه ورضي عنه يعني سلك هذا المسلك الطيب فأعطى لهذه الموظفة الفرصة الكبيرة حسب ما ذكر وحاول أن يصلح من حالها وأن يجعلها تترقى بحيث يعني تأخذ يعني فهم عام للعمل وتترك بعض التساهل فيشكر على ذلك ويؤجر الأمر الثالث وهذه القضية المهمة التي يعني هي تخصنا نحن كجانب إجابة على الأسئلة فيما يتعلق ب يعني الكلام مع الأخ الآن أنت أمام اختبار وامتحان عظيم وذلك أن أنك تعرضت لإساءة من قبل الشخص أحسنت إليه وهذا مؤلم مؤلم للنفس والإنسان حقيقة لما يحسن إلى آخر وتصدر منه إساءة يتألم يتألم ولذلك الله عز وجل ماذا قال قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان لكن هنا يبدأ الصراع مع النفس والهوى أمام مراقبة الله عز وجل فأنت الآن لديك القدرة على أنك يعني تطبق النظام بحذافير لكن هل أنت ستطبق النظام انتصارا للنفس لنفسك التي يعني وصلها من الأذى والألم من هذه الموظفة وتخليت عنها مثلا في هذه الفترة أو أنك تقول أنا سأستمر رغم إساءتها سأستمر في الإحسان إليها إذا قلت والله سأستمر في الإحسان إليها رغم يعني ما تعرضت له من أذى أشك بأن هذه رتبة عظيمة هذا إخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسنة فلذلك أنا أنصحك يا أخي الفاضل بأنك تستمر على ما أنت عليه إذا فعلا الصلاحيات تملك الصلاحيات عندك المساحة الواسعة التي تستطيع أن تتحرك من خلالها للإحسان إلى هذه الموظفة ولا تلجأ إلى عقوبتها لماذا؟ حتى لا يكون انتصار للنفس لأنني أنا أعلم أنك الآن في الصراع وأنك متألم ومتأثر فإذا سامحت وعفوت وغفرت وأيضا استمريت في الإحسان إليها مع التوثيق مع التوثيق يعني توثيق الوقائع وتسجيلها يعني أنت الآن لما اشتكت عليك ظلماً وعدواناً كان عندك ما يثبت بأنك أنت بالعكس محسن إليها ومتغاضي عن تقصيرها فأنا أنصحك يا أخي الفاضل نصيحها هذا ليست فتوى نصيح تقول والله أنا لا خلاص أنا أريد أن أطبق النظام والقانون اللي أنا أعطيت يعني أكلفت فيه هذا هذا لك الأمر لكن أهم شيء أن لا تزيد بمعنى من تزيد من العقوبة أو تذكر شيء لأنك أنت الآن في اختبار امتحان تريد يعني لأن الشيطان أحياناً يحضر فممكن الإنسان يطبق النظام والقانون بحذافيرة لكن الدافع والمهيج ليس هو الحرص على العمل لا إنما هو يعني فرصة للانتقام من هذا الموظف أو الموظفة فأنا أضعك أمام هذين الخيارين ولا شك بأن العفو والصفح والاستمرار على هذا الخلق الطيب هو هو خلق المسلم ما دام عندك الصلاحيات وما دام عندك الفرصة لمسألة الغضة الطرف عن كثير من يعني التقصير الحاصل أهم شيء لا يضر هذا السكوت على طبيعة العمل بارك الله فيك زيك الله خير رفض الشيخ معنا بالمثنى تفضل لا تدك شيء خلنا نستفصل من الشيخ تفضل تفضل بالمثنى على هو عفوان عفوان سلام عليكم سلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله بالمثنى الله يحفظ يعطيك العافية الله يحفظ بغينا نستفصل الشيخ في موضوع كذا ما دري شوية حسات نحن كان عندنا شقة مستاجرينها ثنين أخوات للأسف الشديد إنهم من جنسية عربية طيب فهم أخلوا الشقة لكن نحن لما نجينا ندخل وراهم الشقة لقينا العجب العجاب صراحة في الشقة لقينا في كثير من الأوراق اللي مكتوبة كذا بآيات فرغانية ومش عارف شي خابيط على الحيق وأشياء كذا مش عارف يعني كاننا متعلقة بالأسحار أو الشحرة أو شيء كذا يعني كل على الحيق وأوراق وشيء مربوط وشيء مش عارف تحت الكنب وتحت السرير عفوا عدوا الماخذين فأنا سؤالي بس عادتك يعني كيف نقدر نتخلص من هالأغراض لأنه في آيات فرانية احنا شايفين مكتوب كذا كتابات بس يعني سأنها معفوصة أو مش واضحة يعني الخطوط غير واضحة يعني بعدين في كتابات بحبر وفي شيء بألوان كذا غريبة يعني على الحيق مش عارف والشيء لكتابات اللي في الحيطة هذه عادي يعني يعني نعيز صبغها مثلا نصبغ فوق الآيات هذه ولا كيف أنا ما عارف كيف نتخلص منها ان شاء الله ان شاء الله شكرا شكرا زاك الله خير الله يحفظ بمثالنا تسمع شاء الله اللي جاء جفض شيخ صغير محمد يقول ابني صغير يقول علمه أن يأتي للمسجد هل يقول يجوز لي أن أجبره إذا لم يعني يريد الذهاب يقول يجبره يقول عمره سبع سنوات لكن يقول هل يجبره حتى يأتي إلى المسجد الحمد لله أسأل الله تعالى أن يصلح لك النية والذرية وأن يبارك في أولادك وفي جميع أولاد المسلمين لا شك بأن الوالد مسؤول مسؤولية كاملة عن أولاده خاصة فيما يتعلق بإيمانهم ويقينهم وفي علاقتهم بربهم ومن جملة ذلك ما يتعلق بالصلاة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع وأمر الولد بالصلاة في عمر السابع يشمل أيضا أمره بالجماعة بأن يصلي الجماعة معه في المسجد ولكن يختلف الأولاد حقيقة من حيث الشخصية والنفسية والقبول والعناد وغير ذلك فيوجد من الأولاد من هو مطواع ويعني لا يرد أمر أبيه أو لا أمه فإذا أمر بالصلاة يعني طار إليها طيرانا وهذا هو الغالب على كثير من الأولاد خاصة إذا كان الأب قدوة ومثال جميل ورائع لما يشاهد والده يتردد على المسجد يتخذه قدوة وهناك من الأولاد من يعني شخصيته شخصية عنادية فهذا لابد من الالتفات إلى نوعية هذه الشخصية وذلك بالتعامل الصحيح والسليم معه لأن أحيانا الطفل هذا العنادي أو العنيد هذا في الواقع إذا ربما ضغطت عليه في هذا الاتجاه بأمره بصلاة الجماعة على الدوام ربما سبب له نفور ولذلك أهم شيء أن يؤمر بالصلاة في وقتها فإذا ذهب إلى المسجد هذا حسن إذا لم يذهب على أقل تقدير يصلي في البيت ولا يترك وقت الصلاة ويدرب ولا يترك ويعود على قضية الذهاب إلى المسجد ويشجع على ذلك ويبين بأن هذه المساجد إنما بنيت للرجال كما قال جل وعلا رجال لا تلهي امتجارة ولا بيع عن ذكر الله ويغرس في نفسه شيء من هذا القبيل فأخي الفاضل أنا شعرت من سؤالك بأن قد يكون عندك ولد فيه نوع من العناد ونوع من الصعوبة في قضية الإقناع أهم شيء أن يصلي الصلاة في وقتها ولكن لا تهمله في صلاة الجماعة متى ما كنت حاضرا والجمعة على وجه التهديد فارك الله فيكم يا شيخ يقول إذا شجعته يقول بشراء هدية مثلا حتى يأتي إلى المسجد هل في شيء الحمد لله طبعا أنا استمعت إلى سؤال الأخ الفاضل وأن سمع بعض الناس يقول لا هذا ما يصل هو القضية قضية الولد هذه الصلاة هي عبادة لله عز وجل ليست في مقابل هدية أو مقابل شيء وإنما الجزاء الجنة فلابد من غرس هذه المعاني الشريفة والأشياء التي جاءت بها النصوص لا بد أن يعلم أنه عبد لله عز وجل وأن الله تعالى أمره بذلك لماذا لأن الأب إذا قطع إذا الأب قطع عنه هذه الهدايا أو هذه الوعود في الذهاب إلى نزهة أو شيء ربما عاد الولد إلى الحالة الأولى بانتظار الهدية الأخرى وانتظار مثلا النزهة الثانية والثالثة أنا أعتقد بأن الذي قال هذا الكلام أنه لا تعده بهدية في مقابل الصلاة أصاب في واقع الأمر لكن أحيانا يعني الشخص مثلا يعد ابنه مثلا إذا حافظت على الصلوات الخمس مثلا ممكن آتي لك بكذا وكذا أحيانا يعني أعتقد هذا نوع من نوع التحفيز والتشجيع الذي له أصل في الشريعة ولو شجعه بالكلام مثلا أضف عليه مدحا وثناء وغرس في نفسه يعني الخير وأيضا يعني قال كلاما يجعل من هذا الولد يجعل يجعله يهتم بهذه الصلاة وأنه قدوة مثلا يكون أفضل من وعده بهدايا ربما يكون الدافع لها يعني دنيوي فبفقدانها أو بذهابها يعود إلى إلى سيرته الأولى وهذا حقيقي مما يؤثر على يعني طبيعة العبودية بالنسبة للإنسان نحن نطالب بأن نغرس في أولادنا معاني العبودية منذ الصغر حتى ينشأوا على هذا لأن العبادات هذه ليس لها مقابل دنيوي إنما العبادات هذه مقابل أخروي وأيضا دنيوي الله عز وجل شكور سبحانه وتعالى يرزق الإنسان رزقا حسنا سعادة حناء شراح صدر وغير ذلك من الأشياء سأكل الله خير رفنسيخ أيضا يقول إذا أخطأ في الصلاة مثلا يقول تقدم على الصف أو وضع يده اليسرى على اليمنى فيقول عدلت له وأنا في الصلاة وأنا أصلي هل هذه الحركة تؤثر على صحة صلاتي الحمد لله هذه لا تؤثر إن شاء الله على صحة صلاتك لكن طبعا الأصل أنك تعلمه قبل الصلاة وأنا أقترح عليك بأنك تقول له صلي أمامي ركعتين وتلاحظ عليه أثناء الصرع مثلا تقول صلي ركعتين ويقرأ مثلا الفاتحة أو سورة وتلاحظ عليه كيفية التكبير كيفية كذا فيكون التعليم يعني بجانبه القولي والفعلي العملي أعتقد بأنه إذا سلكت معه هذا المسلك سيتعلم أكثر مما يتعلم به التقليد تعلمه السنة تقول له تضع اليد اليمنى اليسرى على الصدر تشير بالسبابة في التشح وتنظر إلى محل السجود تنبه إلى أيضا الفاضل الصلاة التكبير والتسميع إذا أخطأ فيها أعتقد بأنه بهذه الصورة ممكن يكون أفضل من أنك تعمل شيء في الصلاة أنت وتتحرك في الصلاة وإن كانت يعني إن شاء الله لا تضر الصلاة ولو أتيحت لك فرصة أيضا وهذه نصيحة للأخ الفاضل وأيضا لكل من يستمع إلي أن يشجع هذا الولد أن يكون إماما في البيت في صلاة النافلة مثلا يقول الوالد يقول لا أريدك أن تصلي بي سنة العشاء البعدية مثلا أو قيام الليل أو الوتر لك أن تتصور مدى أثر هذا على نفس الإبن زرعت فيه الشخصية القيادية زرعت فيه الثقة زرعت فيه الاهتمام بحيث أنه يعني يبدأ يلتفت إلى صلاته وستجد أثر هذا في يعني سلوكيات الإبن سأك الله خير رفض الشيخ سؤال بعبد الله يقول هل الأفضل أن أصلي سنة الفجر القبلية الراتبة يقول في المنزل بعد الأذان أو يقول أن أصليها في المسجد مع تحية المسجد الحمد لله الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمن لكن المتأمل والمستقر لهدي النبي عليه الصلاة والسلام يجد بأن السنن البعدية كان يصليها في البيت صلى الله عليه عليه الصلاة والسلام وهي سنة الظهور وسنة المغرب وسنة العشاء كان في الغالب هديه الغالب أن يصليها في البيت أما السنن القبلية فما ذكر شيء من هذا لكن عموما لو صلىها في البيت لا حرج ولو صلىها في المسجد أيضا لا حرج والأمر في هذا واسع زاك الله خير رفض الشيخ وأحسن الله إليكم محمد يقول إذا تزوجت مرأة وهذه المرأة عندها بنت هل يجوز أن أتزوج ابنة هذه المرأة سواء يقول في حياتها مع أمها أو بعد وفاة أمها الحمد لله أجمع العلماء على حرمة نكاح الرجل لربيبته من هي الربيبة هي ابنة الزوجة ابنة الزوجة فبمجرد عقده على أمها حرمت عليه ابنتها قال جل وعلا وربائبكم التي وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فالربيبة هذه هي ابنة الزوج من غيره طبعا هذه المرأة متزوجة زوج سابق مات عنها أو طلقها وعندها بنت فعقد الرجل على هذه المرأة يحرم ابنتها مباشرة فالعقد على الأمهات يحرم البنات والدخول بالبنات يحرم الأمهات لذلك يتنبه الأخ الفاضل هذا محل إجماع يحرم نكاح الربيبة حتى لو طلق أمها أو ماتت أمها هذه حرم أبدية بارك الله فيك نعم إذا كلا خير رفض شيخ وأحسن الله إليكم أبو محمد يسأل عن يقول عنده جار وترك القرآن يقول يشتغل في المنزل ويقول بصوت عال ويقول هو سافر والآن يقول سبعين نحن نتأذى من صوت القرآن بخاص يقول في الليل الحمد لله أخواني بالنسبة للمسلم لا يجوز له أن يؤذي الآخرين سواء من جيرانه أو من المارة في الشارع أو من من في البيت فالمؤمن لا يحمل أذية للآخرين ولا يجوز بحال وعلى وجه الخصوص الجار فالله جل وعلا قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتان وإثما مبين النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ضر ضره الله وقد أوصل الله جل وعلا بالجار قال سبحانه والجار ذي القربة والجار الجنبي والصاحبي بالجنبي وابن السبيل ويقول عليه الصلاة والسلام ما زال جبريج وصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه واعتقاد بعض الناس أن والله تشغيل المصحف ورفع الصوت صوت القارئ بأن هذا يعني كله خير هذا الكلام صحيح لكن ربما يحمل معنا باطل فمن الذي قال بأن رفع الصوت بالقرآن نافع باطلاق هذا كلام غير صحيح هذا كلام غير صحيح ذلك الله عز وجل قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيل هذا الإنسان الذي في المسجد مثلا أو بين حضور لا يرفع صوته بالقرآن ولا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك لا يرفع صوته ولا يخفض الخفض الهمس وإنما يبتغي بين ذلك سبيل فتشغيل القرآن في البيت وتركه بصوت مرتفع لا شك بأن هذه أذية ويتحمل الإنسان الإثم المترتب على أذية جيرانه فطبيعي جدا أن الإنسان لا يستطيع أن ينام وهناك صوت للمصحف يشتغل بشكل عالي وكون الإنسان ذهب سافر حتى يوهم مثلا أن البيت فيه أحد أو يعتقد بأن يعني تشغيل المصحف سبب من أسباب يعني جعل البيت مبارك وآمن هذه كل أخطاء يا أخواني وآخواتي ذلك أخواني هذا الجار معتدي هذا الجار اعتدى على جيرانه وآذاهم بصوت مشروع من حيث الأصل لكن استعمله استعمالا سيئ نسأل الله السلام والعافية ولذلك يجب أن تصل هذه الرسالة لهذا الجار إن كان قاصدا أما إذا كان قد نسيه مثلا وربما يكون يعني الكهرباء قد انطفأت أثناء سفره ثم اشتغلت الكهرباء مثلا أنا أعتذر له أحاول أحاول أني أجد له عذرا ثم اشتغل مثلا يعني نرجو الله أن يغفر له لكن أن يتعمد ذلك فهذا على خطر على خطر ولا يجوز الإنسان أن يؤذي الآخرين حتى ولو كان بأمر مشروع إذا كان الله عز وجل يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها كيف الآن من يفعل مثل هذا الفعل ويذهب ويشغل صوت المصحف 24 ساعة وهو قد سافر مدة سبوع أو سبوعين أو شهر أو شهرين والناس يعني متأذين بذلك يا أخي الفاضل لك الحق الكامل إذا كان عندك يعني إذا كان فعلا تشعر بأذية ما تستطيع النوم والشقق مجاورة لبعض والصوت هذا لا يعني يجعلك مثلا تستطيع الراحة أن تتواصل مع الجهات المختصة حتى يقطع هذا الضرر الذي يصل إليك هذا الضرر الضرر والضرر يزال كما قال العلماء الضرر يزال ولا يجوز للناس يقول الله هذا مصحف طيب تؤذي الناس بكلام الله تستعمل هذا في أذية الناس أنت بهذا ليس ارتكبت خطأا واحدا ارتكبت خطأين آذيت جيرانك وأضريت بهم واستعملت القرآن خطأا استعملت صوت المصحف خطأا وأسعر الله تعالى أن يهدي الجميع أرك الله فيكم أحسن الله إليكم مستمعين للأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل إذاعة الشارقة معنا لوقتك معنا يمكنكم الاتصال والمشاركة عبر الأرقام التالية من داخل الدولة أو المشاركة والتواصل عبر الرسائل النصية القصيرة 6688 أنتم تستمعون الآن إلى برنامج شريعة النور شريعة النور يا نرى الهدى أبدا الله أودعك في القلب إيمانا من حسنها فاضت أرواحنا أملان واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا واستلهمت بخطى الإيمان إحسانا أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور فاضت الشيخ إذا كان هناك مسألة البنات والدخول والزواج من الربيبة ذكرت فاضت الشيخ كان القاعدة وشرط التحريم ما هو فاضت الشيخ كان حصل نعم إذا كان حصل سبق لسان فأنا أصحح المسألة أولا بالنسبة لنكاح الربيبة محرم بالإجماع لقول الله عز وجل وربائبكم التي من نسائكم وربائبكم التي من نسائكم التي دخلتم بهن فالربيبة هي ابنة الزوجة ولذلك بالإجماع يحرم نكاحها والقاعدة الشرعية أن الدخول على الأمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم الأمهات يعني رجل الآن عقد على بنت عقد على امرأة عقده على هذه المرأة لا يحرم ابنتها إلا بالدخول لا يحرم ابنتها إلا بالدخول ويحرم أمة هذه المرأة بمجرد العقد هذا الذي أراده العلماء فالعقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات ولذلك الأخ السائل بارك الله يسأل عن نكاح الربيب وهذا محرم بالإجماع سواء كان في عصمتي في فترة بقاء أمها معه أو في حالة طلاقها منه أو في حالة وفاته فتحرم بالإجماع ما دام أنه دخل بأمها زاك الخير رفض الشيخ معنا هذه الكالمة نعم سؤال ابو محمد يقول استأجر يقول امرأة أو أكثر يقول استأجر ويقول شقة مني الآن يقول بعد خروجه من هذا الشقة يقول وجدنا أوراق في الشقة فيها آيات قرآنية وعلى الجدار وفي يقول شيء منها مربوط وشيء يقول مخبع تحت الكنبة وفي ما كان مختلفة فيقول كيف يقول خاف أن هذا يعني يكون عمال سحرية لأناس قد تضرروا من فيقول كيف أتخلص من هذه الأمور الحمد لله إذا كان الأخ السائل يقصد بأنه وجد عقد ووجد طلاسم ووجد أشياء هي من السحر أو شبيهة بالسحر فالواجب عليه أن يبدأ بحل هذه العقد والنفس فيها بقراءة المعوذتين وأن لا يرميها مباشرة لأن مثل ما ذكر قد يكون يعني سحر أشخاص ويبتلوا بهذا بسبب من كان يسكن هذه الشقة فيقرأ بالمعوذتين على هذه العقد وكذلك الأوراق وشيء من هذا القبيل يحاول أن يفصلها يقطعها ويفصلها عن بعض ومع قراءة المعوذتين هذا هو الواجب عليه ساك الله خير فرصيخ وأحسن الله إليكم معنى هذه الكلمة نعم وعبد الرحمن فضل نعم فضل وعبد الرحمن هيا كلا الله يحفظك يبارك فيك طيب خير الله يحضرك الله يبارك فيك آآ شيخي عندي شوالين نعم شوال الأول آآ الله يسلمك في صلاة الظحى نعم آآ طلاة الظحى اليوم أنا يمكن آآ غلطت نسيت آآ الجلوس بالركعتين واتيت بركعتين وبعدين سلمت وبعد ما سلمت طبعا آآ آآ جيت بآآ بآآ سجود سهو وبعدين ضلت ركعتين شو يكون عملي في هذا بعد سجود السهو آآ يعني آتيت أيضا ركعتين آآ آآ بعد سجود السهو آتيت بركعتين من الأربع ركعات اللي صليت المتتاليات بدون 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 التشاهد الأول نعم بدون التشاهد الأول آآ إن شاء الله هذا واحد السؤال الثاني اللي سلمت آآ طبعا آآ الصلاة المنفرق بمعنى أن الشخص كان في سنة خلص الفرد ويصلي السنة على السنة وأنا أتكلم عن الصلاة الجهرية نعم صلى ركعتين ولكن أجي واحد من المتأخرين المتأخرين اللي هما كانوا ما لحقه وصلاة للجماعة آآ يعني آآ أراد أن يعتم اللي هو يصلي الراتبة الراتبة نعم اللي هو يصلي الراتبة والشخص اللي يصلي الفرد آآ بالحالة هذه طبعا اللي يصلي الراتبة ما يرفع صوته يكون صوته منخفض في القراءة يعني في سنة الفاتحة وسوك نعم سرا يقرأ سرا الآن كيف بالنسبة للمأموم رغم أن المأموم صلاة جهرية وليست آآ سرية شكرا الله يبارك فيك يحفظك حياك الله حياك الله أبعد الرحمن نجي فالشيخ السؤال أبعد الرحمن يقول في آآ الصلاة آآ يقول نسيت الجلوس آآ ويقول سلمت في صلاة الضحى كان فالشيخ يقول نسيت الجلوس الأوسط صلى أربع ركعات آآ متصلة فيقول نسيت السجود أو التشهد الأول فيقول سجت لسه ثم يقول أتيت بركعتين يقصد صلاة الضحى صلاة الضحى نعم الحمد الحمد الأول أولا يا أخي الفاضل بالنسبة لصلاة الضحى لا تشبه بصلاة الظهر فإذا كان السائل الفاضل يقصد بأنه يريد أن يصلي أربع ركعات سردا فإن العلم لا يقولون بأنه يجلس في التشهد الأول يجلس بعد الركعتين في التشهد الأول فهذا خطأ وإنما يسردها سردا لا يجلس إلا في الركع الرابع الأخير ولا تشبه بصلاة الظهر مثل الوتر لا تشبه بصلاة المغرب يجلس في الثانية ثم يقوم وإنما يسردها سردا عموما أخي الفاضل مستقبلا احرص على أن تصلي ركعتين ركعتين لأن ما ورد من صلاة أربع ركعتين سردا محل يعني كلام عنده للعلم وانتقاد أيضا فأنت تصلي صلوات الليل والنهار ركعتين ركعتين بارك الله فيك زاكر الله خير رفض الشيخ وتم به شخص يريد أن يصلي الفرض ويقول صلاة جهرية ويقول أنه صلي راتبة صلي صلاة سرية فيقول كيف تكون القراءة بالنسبة للإمام هل يقرأ سرا أو جهرا الحمد لله إذا كان يصلي شخص صلاة سرية سواء كانت فريضة أو نافلة وهو يقول بأنه نافلة وراد شخص أن يتم به في صلاة جهرية يرفع صوته الإمام الذي يصلي السنة يرفع صوته ليسمع المأموم يعني ما يقرأ ولا حرج عليه في ذلك ومعلوم بأن الإنسان في صلاة النافلة إذا كانت في الليل له أن يرفع صوته ويسمع نفسه زكاة زكاة الخير فرصيخ وأحسن الله إليكم نعود لرسالة نصية القصيرة هي أسأل عبر الرقم 6688 يقول للمال الذي يجمع في حصاله وأكمل يقول حول كامل ولم يتم فتح الحصالة هل عليه زكاة؟ الحمد لله كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة فإذا كان الأخ السائل يعتقد بأن هذه الحصالة جمعت مالا قد بلغ النصاب فيجب علي أن يفتحها وأن يحسب ما فيها ويزكيها إلا إذا كان يعلم ما فيها من المال فلا يحتاج إلى فتحها نعم سأكل الله خير شيخ مالي أبو عبد الرحمن فضل السلام عليكم السلام ورحمة الله بركاته الله أبو عبد الرحمن أزاكم عننا خير الجزء الله يبارك بي أزاكم الله شيخ أنا عندي والدي مسن فوق مئة سنة تقريبا مئة وخمس سنوات لما يجيه صلي أحيان يصلي ركعتين أحيان يصلي ركعة أحيان يقرأ مثلا سورة في ركوع في سجود وكل ساعة يعني شوية لكن يعني يعرفنا ويعرف كل شي يعني يفهم كل شي مش يعني إنما فنحاول معاه كذا وأحيان نقدر وأحيان ما نقدر فماذا نعمل يعني شيء الأقرب اللي نقدر نسوي أنا رحت عنده وحاولت وقلت لأخي واحد جزا الله خيري يعني معاه على طول وقلت له حاول أنه كل وقت صلاة قبره أن يصلي وحاول أنه يمشي معاه يعني تقصد أنه يفهم ويعقل كل شيء يفهم يفهم لكن الصلاة ما ده وينسى أحيان بعض الأشياء يعني في الصلاة ينسى ويصلي مثلا ركعة وركعتين يصلي مثلا ركعتين أو صلي ركعة أو يصلي ودخل أحد ينتبه له حتى لو أحيان يكلم هذا شيء ثاني فيه سؤال آخر نعم بالنسبة للأبحية أحد الأشخاص أرسل إلى شخص يأخذ الأبحية ووكل عليها فأخذ أبحية وأعطاها أربعة أشخاص يعني أربع عوائد كل واحدة الربع قالهم تذفونها وتبسمونها الأضحية كانت هزيلة شوي شافوها هم فقصدهم هم وخلوها وما ذبحوها بعد العيد بفترة أولا قالوا خلاص كل واحد يدفع كذا ويأخذها واحد بعدين لا ذبحوها وكل واحد أخذ الربع فهل هذه الأضحية بالنسبة للأضحية لو تعيد بابدرحمن السؤال كيف بالنسبة للأضحية هي العائلة وحدة وأربع عوائل أربع عوائل يعني اشتركوا في أضحية واحدة لا لا هو أضحية حق سخص آخر فأعطاها أساس الأربع عوائل هذه تقاسمونها بينهم هي نفس الأضحية نعم وكل واحد الربع فقالوا جاوب يذبحونها قالوا لا لسه ضعيف أخلوه يبغوها تسمنهم شوي بعد تقريبا يعني الوكيل هو الذي أخر الذبح إلى بعد العيد بفترة أصحاب الأضحية لأنها عنهم استلموها نعم استلمها أحدهم وقالهم خلوها بنخليها لأن الوضحية لحنين بنخليها بنخليها العائلة وسواء تتحسن شوي بعد عشر أيام تقريبا من العيد أو أكثر قالهم إيش رايكم خلاص كل واحد يأخذ قيمة الربع حقه ويأخذها واحد بعد فترة قال لا خلاص نذبحها ذبحوها وكل واحد أخذ الربع فالهذه الوضحية مجزية ولا إن شاء الله إزاك الله خير يقول والدي كبير في السن تجاوز المئة فيقول هو يعقل ويعرف كل شخص لكن يقول عندما يأتي في الصلاة يحصل منه يقول خطأ نسيان سهو يقول غفلة لا نعرف يقول يصلي حين ركعتين حين ركعتين حين وهو في الصلاة جاء ودخل عليه شخص يتحدث معه الحمد لله حسر الله تعالى أن يجعل والدك ممن طال عمره وحسن عمل فالفضل إذا كان بمثل هذه الحالة لا حرج عليه كون بلغ هذا السن وأيضا لديه شيء من السراحان أو شيء من النسيان والغفلة في الصلاة لا حرج بذلك لكن الأفضل يعني أن يذهب به إلى صلاة الجماعة في المسجد إن أمكن وإن لم يمكن ممكن أحد الأولاد يصلي به حتى لو صلى في المسجد الجماعة يعيد الصلاة قصد يصلي به تكون له نافلة ولوالده فريضة حتى يكون الوالد قد صلى صلاة ثامة وكاملة لأن الإمام يتحمل عنه وصلى تعالى يتقبل منه ذاك الله خير فالشيخ أيضا سؤال بعبد الرحمن بالنسبة للوضحية يقول وكل شخص أو شخص يقول وكل آخر يذبح عنه وضحية فيقول هذا يعني الشخص كان وعطاه الأربع عوائل أن يشتركوا فيها فيقول وجدوها زيل أخروها إلى عشرة أيام بعد العيد ثم يقول ذبحوها بعد ذلك فيقول هل هذه تجزأ أضحية أو ماذا الحمد لله بالنسبة لشروط صحة الأضحية بالنسبة للأضحية لها شروط صحة ومن ذلك أن تذبح في الوقت ووقت الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد وينتهي بآخر أيام التشريق لذلك وقت الأضحية وثلاثة أيام وهي أيام التشريق وهذا هو قول الراجح لأن من العلماء من يذهب إلى أن وقت الأضحية يومين فقط اليوم الحادي عشر والثاني عشر لكن الراجح الثالث عشر فإذا غربت شمس يوم الثالث عشر انتهى وقت الأضحية ولذلك إذا تعمد الشخص أثم وإذا أخطأ أو كان جاهلا أرجو الله تعالى أن يعفو أنا زكا الخير رفع الشيخ بالنسبة لسؤال الباب رحون في صلاة الضحى يقول أنه لم يصلي أربع ركعات يعني متعمدا يقول باب السهو سهى يقول فصلى أربع ركعات صلاة الضحى الحمد لله إذا كان سهوا عليه سجد سهو لا شيء لماذا أنه سهى في ذلك زكا الخير رفع الشيخ نعود لرسالة النصية القصيرة هي السؤال عبر الرقم 6688 يقول إذا وقع الطلاق بالثلاث على طريق محادثة في الواتساب وكانت المرعلة في العذر الشرعي فيقول هل يقع الطلاق في هذه الحال الحمد لله قضايا الطلاق يا أخواني القضايا عين ما يصرح فيها الفتوى العامة ولا يصرح فيها الجواب العام فالآن الشخص يقول وقع الطلاق أربع مرات على الواتس أو بعض الوسائل طيب هل طلق قبل هذا هل طلق بعد هذا هل يعني هناك أسئلة كثيرة جدا ولذلك ما يصرح فيه قضايا الطلاق الفتاوى العامة لا بد يا أخي الفاضل أن تزور المحكمة أو تزور مثلا الفتوى دار الإفتاء مثلا أو تزور أحد العلماء أو المتصدرين لمثل هذه القضايا وتشرح موضوع كامل هذه أعراض هذه أعراض ما يجوز الإنسان يتساهل حتى في السؤال هكذا والله بعض الأشخاص والله أنا طلقت مثلا أربع مرات دفع واحد أو ثلاث مرات طيب هل هناك أشياء كثيرة المفتي يحتاج أن يستفسر منها وأن يستفصل منها وقضية كون المرأة بعد عليها الدورة هذا ما يعفيها أيضا أو ما يعفي الزوج وإلا أن المسألة خلافية والخلاف فيها معروف فأنا أنصحك يا أخي الفاضل تزور القاضي في المحكمة أو دار الفتوى أو أحد طلبة العلم الذين يعني اشتهروا بالتصدي والتصدر لمسائل الطلاق ولديهم اجتهاد في هذا الباب يعني كبير وهم موضع الثقة حتى يفتونك الفتوى التي فعلا تعيش حياة نظيفة مع زوجتك بارك الله فيكم أفضل الشيخ وأحسن الله إليكم لهنا مستمعنا نصل وإياكم إلى نهات حلقة اليوم نشكر فينات هذا لقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا لتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل الورنامج كان معكم من تنفيذ الأرسال عباس الخليفة من الأخراج سيف الجبل تقبلوا تحيات محدثكم أسحاق عبداللطيف السلام عليكم ورحمة الله